هذه التوصيات خرجت بها منظمات المجتمع المدني التي تركزت على التعيش السلمي بين الأطفال لا يمكن أن تطبق في ظل عدم وجود مراكز لتأهيل الأطفال النازحين نفسيا بعد تعرضهم إلى العنف إضافة إلى العمل وفق الوثيقة الدولية الخاصة بالطفل والتي صادق العراق على أغلب بنودها نفتقر إلى مركز متخصص بالعلاج وإعادة التأهيل النفسي والبدني والمجتمعي للطفل نفتقر له تماما وهذا يراد لأشخاص متخصصين تحديدا في العلاج النفسي وإعادة التأهيل النفسي للأطفال تحديدا للأطفال لأنه مو بسهولة يعني هو مو أي شخص متخصص نفسي يجرب حظة مع الأطفال لازم يكون متخصص نحن نفتقر إلى مثل هذا القانون اللي يحمي حقوق الأطفال والهيدي إلهم ما يضعهم في موضع المصلحة الفضلة للطفل اللي نصت عليها اتفاقية الطفل واللي صادق عليها العراق الطفل بطبيعة الحال هو إسفنجة أكيد يعني يمتص الأفكار والجميع ما يشاهدوه في المجتمع فالهدف هو إبعاد الطفل عن هذه الأجواء وإرجاعه إلى أصله الطفولي البعيد عن كل هذه السلبيات فيما يرى آخرون أن هناك الكثير من المعوقات لتنفيذ مثلها كذا مشروعا بينها انقسام الأطفال النازحين بين المخيمات وفقا للمعتقد الديني وصعوبة الوصول إلى الآخرين المتواجدين في معسكرات التجنيد التابعة لداعش لكونها تقع ضمن الرقعة الجغرافية الخاضعة لسيطرة التنظيم ما يواجهنا أكيد هو كيفية التعايش للأطفال من المكونات الأخرى لأنه حينما نتحدث عن الموصل قد يكون الأنبار أكو اتجاه واحد ولكن حينما نتحدث عن الموصل هناك الكثير من المكونات حينما نتحدث عن التلعفر شيء آخر وحينما نتحدث عن الإيزيدية شيء آخر وحينما نتحدث عن المسيحيين شيء آخر الموصل متكونة بشكل مختلف إذن كيف يتعامل الأطفال واحدة من الأشياء المهمة من ضمن التوصيات أنه هو التعامل بمراكز تأهيل لمثل هكذا طبعا اليوم أزمة صارت في عدنا وهي الأطفال النازحين في إقليم كردستان لما نتروح إلى المخيمات تجد أيضا هناك انقسام في المكونات هذه التجنيد يؤدي إلى دمار للطفل من النحية النفسية في الوقت الحالي حاولنا كثيرا ومرانا بأنه نصل لهذه الأطفال لكن من الصعوبة منه إيصال لهم لأنه بالتالي في مناطق تكون ساخنة جدا ولا يمكن الوصول إليهم بسهولة وبحسب مختصين فإن الاهتمام بهذه الشريحة المهمة من المجتمع وخاصة من تعرض منهم للانتهاكات لا يقتصر على منظمات المجتمع المدني فقط وإنما هي بحاجة إلى الدعم الحكومي لتشريع قوانين لحماية الطفل ترجمة نانسي قنقر